حقيقة واضحة من نادر الاسفاقسي اليوم مباراة التراجل رادي تونس تنجم تكون هي الحقيقة وتنجم تكون هي معناه اللي تغلط في الناس اليوم الفريق بين بالكاشف اللي هو ما هو جاهز بشيقار على عدة واجهات خلينا نكونوا واضحين اليوم نادر الاسفاقسي مر برحلة انتقالية حتى الرسيد البشري فهم اجميع داخل جمهور نادر الاسفاقسي كونوا فريق فنيا بشريا محدود ومحدود جدا باش منصعبوش المهمة على الملاعبية اللي هو في سقف الانتظارات راي الناس كل بشتهرب لانو جمهورهم بعض بشيكون قاسي بالحكم انتقالية اليوم انا نطالب جمهور نادر الاسفاقسي ما يتوسمش الخير برشا في الفريق هذي نحكي على المستوى الافريقي يزموا يقتنعوا اللي نادر الاسفاقسي بفريق بيسا ضد البناء عندك نواة اساسية ممتازة متاع الملاعبية ينجموا يكونوا هما المستقبل للفريق ونادر الاسفاقسي من اول الدنيا منجح كان بولده منجح كان بالملاعبية اللي جابهم هو وإلا بالملاعبية الأهيانة بالصغار اللي جابهم وترشقوا مع الفريق لانو نادر الاسفاقسي تقريبا إذا ما خلتنش هذه الذاكرة ما جابش ملاعبية كبيرة على المستوى الافريقي بس اثناء شوية يمكن طارق التايب اللي الناس كل كانت تعرفوا اللي بقية كانوا جايين ملاعبية مجهولين صغار في العمر يعني التعويل على الشبان متاع نادر الاسفاقسي اندمجوا وترشقوا ووراوا كرة ممتازة اليوم نادر الاسفاقسي جمهور ويدزمي فهمني الفريق منجمش يحتي أكثر من لقادات ويدزمي صارحوا ولا هو يزم اليوم مدنجمش تحكي يحكيه معنا شكول